احبابي طلاب الصف الثالث الثانوي اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع مستر محمد علي هديد النهاردة ان شاء الله بإذن الله نتكلم على شابتر ثري من قصة جريت اكسبيكتيشنز اه الخاص بيها او اللي جاية الجزء اللي جاي في فيونة ثري اه طبعا نسترحنا القصة زي ما اتفقنا من الاول خالص نهتم اكتر حاجة بالكلمات نخلي بالنا جدا من الكلمات والتعبيرات ونفهمها كويس ونعرف كل الحاجات اللي فيها بحيث ان احنا ان شاء الله بإذن الله لو لقينا اي حاجة منها في الامتحان نعرف نتعامل معها بكل سهولة في اسئلة الاختيار اه طبعا الناس اللي ما شافتش شابتر ثو تقدر تبست يعني او شابتر وان اللي ما شافوش الفيديوهات من الاول دلوقتي هيباني اللينك بتاع اه الشابترين اللي فاتوا في تقدر ترجع لهم وبعدين تبقى اه ترجع معنا لشابتر ثري اخر حاجة حصلت طبعا في شابتر ثو قلنا والله انه بطل القصة بتاعتنا اللي هو الولد الصغير اللي اسمه بيد كان هو وجوه في ان يعني حانة وقلنا ان هم راحوا هناك وبعدين قابلوا راجل واعدوا يكلموا شوية وبعدين بيب لاحز انه الراجل ده بيقل بالشاي بفايل قلنا فايل ده اللي هو اه يعني اسمه مبرد بتاع حداد يعني اللي هو قلنا زي الطفاشة كده اللي مسمعه في الافلام اه فساعتها اه بيب بدأ يقل يعني قال لي وين اي رياليز هنبدأ بقى ان شاءه زحمن في الشابتر وين اي رياليز رياليز يعني يدرك رياليز يعني يدرك لكن ريكو جنيز يعني يتعرف فاعله لما ادركت ذات زمان ان الراجل ان ذا ان ان قلنا يعني اللي هي حانة حانة اللي هي فندق الصغير او النزل او خمارة هاد مي ذا CONVیکت قلنا اللي هو مدان او شخص مدان اللي هو حد محكوم عليه يعني قال لي لما ادركت ان الراجل اللي قعد معنا في الحانة ده قابل المدان ايهل بتقن ذا مارشز قلنا مارشز اللي هي المستنقعة قلنا لابلي كده harmless بالاس اللي هو مستنقع لكن لو بالسي تبقى مسيرة عسكرية او يمشي او يخطو ماشي عسكرية وكمان بتجي شهر مارس لكن بالاس يا مستنقعات قال لي ساعتها ادركت انه الراجل ده قابل الشخص المدان او المتهم اللي انا ساعته في المستنقعات تيك او اي يعني اخوزه بعيدا حاولت ان انا على قد ما اقدر بسرعة اخد جو ونمشي بسرعة قلت لانه الراجل ده معناه انه عارف الراجل المجرم قبل ما نقدر نمشي مع ذلك لقيت الراجل راح مطلع تيك او يعني اخرجة يعني عملة معدنية هي راب راب مهمة جدا راب يعني يلف او يغلف هي راب دي ات لفها او غلفها في بعض الاوراق يعني راح مطلع عملة كده معدنية جديدة وراح لففها كده في ورق وعطهوني قاله دي خلاص بيت بتاعتك هي سد بط بي كارفل كارفل يعني حريس قاله بس خليك حريس يبقى كارفل حريس فيلنج فرايتن طبعا كنت خايف جدا منه يبقى فرايتن دي خائف لكن مخيف اسمها فرايتنينج اي توك ذا كوين خدت العملة المعدنية اند ليفت وغادرت ويذ جو مع جو وينوي جوت هوم لما روحنا البيت ويرياليز ادركنا ذات زا بيبر ان الورق راب اللي ملفوف الراوند ذا كوين حوالين طبعا هي اصلها بيبر ويتش ووز راب اللي كان ملفوف الراوند ذا كوين اللي حوالين العملة المعدنية ووز اباوند نوت يعني الراجل ده كلاف في العملة المعدنية بباوند نوت 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 ننت cubي معناة ملاحظة بس هنا جيه باوند النوت على بابر عاى جنيه وراق قال لن رجل ده كلاف في عملة المعدنية كمان بجنيه وراق طبعا الكلام ده مستر في ال تمامي rating تهوما كان معناه حاجة جبيرة جدا فجو طبعا لانه انسان امين وكويس اول مليق الجنيه جوnea ويعود土 دا ان لرحانه maths يعني في الحال بتسوي at once. كل ده عشان خاطر بيحاول يلاقي الراجل يعني يعيد هنا. طبعا بتجب معنى يعود وتجب معنى يعيد. اللي هو الجنيه الورق توهم اليه. يبقى يعيد الي. مع ذلك لما راح كان الراجل خلاص ماشي. حطت الجنيه الورق. شيلف يعني رف. جامعة يا جامعة بالفي. شيلفز. سيف يعني امن هنا صفة. الاسم منها اللي هو الامن. وخلي بالكم ان سيف دي ممكن تجي اسم بمعنى خزنة. ريمين يعني يبقى او يظل. خلي بالكم يبقى او يظل. لكن مفيش اي ومفيش اي. يعني يذكر. لكن يبقى او يظل. خلي بالكم منها عشان ممكن نلعب عليها في الاختيار. في زيارة التالية. في زيارة التالية لبيت. طبعا انا مستر الزيارات والرحلات والحاجات دي كل الهاتف حرف الجر. قلنا اللي يا البنت الصغيرة اللي كانت عندي بتاعها دي. قال لي غدتني انتو اجلومي. جلومي. جلومي يعني كئيب. جلومي يعني كئيب. كئيب يعني حاجة كده محزنة يعني شكلها كده وحش جدا. جلومي روم يعني في حجرة كئيبة. وير ثري ليديز. هناك كان فيه ثلاث سيدات. ورجل نبيل وير ويتن كانوا منتظرين. ذي وير ميس هفشامز ريلاتيفز. ريلاتيفز يعني اقارب. ريلاتيفز يعني اقارب. كانوا قرايب ميس هفشام. طبعا مستر في غير ريلاتيفز اقارب فيه كمان ريليشنز. ريليشنز بتجيب معنا علاقة وتجيب معنا قريب. اه واحدة اسمها سارة. والتانية اسمها جورجيانا. والتالت اسمها كاميلة. يبقى التلات ستات سارة وجورجيانا وكاميلة. اند ريموند بوكت. واحد اسمه ريموند بوكت. اللي هو الرجل الجنت المل معهم. اند ذي هات اولسو كام. وايضا اتوا ان هم يشوفوها ذات دي. يعني هم كمان كانوا جايني شوفوها في نفس اليوم. قبل بل يعني جرس. بل يعني جرس. لكن لو خليتها بالاي بل يعني فطورة. يبقى بال بال اي جرس بالاي فطورة. رانج رانج يعني الماضي من رينج يعني يارين فارة وي يعني من مكان بعيد. مس هفشام وز ريدي كانت جهزة. كده يعني ان نرن الجرس يعني ان نقول لنا يلا عشان هي جهزة خلاص. ريدي تو. طبعا ريدي يا مستر بتاخد تو والمصدر. لكن فور هو الاسم. ريدي تو سيمي. كانت جهزة خلاص ومستعدة انها تشوفني. هولدنج ابهر كاندل. لقيتها هولد. وانه هولد يعني يعني يمسك او يعقد. ابهر كاندل. كاندل اللي هي شمع. وانه كان دي حلويات. استيلة لدمي. استيلة خدتني. فرو من خلال ذا دارك رو هاوس. من خلال المنزل المزلم. والبوي حسنا يا ولد. ويبقى واخداني بتقول لي حسنا يا ولد. تقول له انا جميلة. انا بريتي يعني جميل. قال لها yes you are very بريتي. اه صراحة انت جميلة جدا. why don't you cry. انت ليه نهاردة مش بتعيط. she asked looking unkindly. unkindly يعني بغير عطف. يعني لوه بشدة بقسوة. at me. look at. ينظر الى. هنقصي لي مش كده برحمة لا. دي يا عايزان اعيط بجد. I will never cry again. الا انا خلاص ربعت راجل ومش عيط تاني. I said just then ساعتها. قابلنا راجل يعني حجمه كده كبير ضخم كده. يعني شعره اسمر يعني شعره اسود. on the stairs على السلالم. stairs اللي هي سلالم. طب ايه الفرق ما بين stairs ولاذر? يا مستر ستيرز سلم سابت. لكن سلم متحرك. سوابقى كان معدل او خشب او كده ايه. I you are a neighbor. neighbor يعني جار. جاي منها neighbor. هو دليل المنطقة المجورة او الجيرة. I think he asked. قال له اه انت جارنا. قال له ايه سيدي. I replied. رديت. why are you hair boy? انت ايه اللي جابك هنا عندنا يا ولد? مسحف شام asked for me. قال له لانه مسحف شام هي اللي طلبتني. ask for ask for. I explain explain. يعني اشرح. ولحسنا behave yourself behave yourself. مهمة جدا behave yourself. يعني معناها حسن من اخلاقك. يعني احنا نقول عليها كن مقدما. behave yourself. خلي باك التعبير ده على بعضه. يبقى behave. لو جاب في الامتحان behave نقط. يقول لك myself ولا himself ولا herself. دايما بتتقال لده ما اسلوب امر يبقى اللي قدامك واللي قدامك اللي هو you. يبقى yourself. this is not a place for children to play. قال له تخليك مؤدب. ده مش مكان للاطفال عشان يلعبه فيه. he said before walking away قبل ما يمشي بعيدة. I thought that اعتقدت هي might be a doctor. قلت يمكن يكون دكتور. and I continue استمرت walking. طبعا continue بتاخدته المصدر واي نجي. walking up the stairs بضل تطلع على السلالم. I soon found myself in misshap shams room again. في حجرة مسهف شام دي مرة تانية. everything كل شيء was the same as. the same as بتساوي as صفة as. لكن the same as. يا مستر لو جاب بعدي هيجي اسم. قال لي the same as before. كل حاجة زي ما كانت من قبله. so لذلك are you ready to play? she asked. بتقول لي والله انت جاهز للعب. قلنا ready to مصدر. I don't think I am. مدام. قلت لها لا انا مش جاهز. انا لا اعتقد ذلك يا مدام. I replied. قلت لي والحسنا. do you want to work then? طب انت عايز تشتغل? يعني قلت له انت عايز تلعب? قال لها لا. قالت له طب انت عايز تشتغل? I said that I did. قلت له انا بالفعل بشتغل. and she told me. اخبرتني to wait for. wait for. wait for. يعني انتظر. يبقى حرف الجر for. for here. انتظرها in the dining room. في حجرة dining room. تناول الطعام. لبقى dining room حول عليها قط السفرة. opposite المقابلة للقوضة اللي هي قاعدة فيها. when I entered the dark room. لما دخلت الحجرة المسلمة. I could see. خدت بالي. a long table. ان فيه طرابيزة كبيرة. ليد. ليد جماعة دي اللي هي مفروشة يعني. لو يحضر طرابيزة. ليه اه اتيب. ليد ويد اتيب الكلاث. and the blades. قال لي يا مستر والله مفروشة عليها. طبعا يعني قماش. هنا يقصد بي طيب الكلاث. ده اللي هنقول عليه مفرش. طيب الكلاث. and the blades واطبا. يعني اتيت الطرابيزة الصفرة دي مفروشة عليها مفرش ومحطوط عليها اطبا. بريبير دفور. بريبير دفور يعني مجهزة لا. اويدنج. ويدنج يعني حفل زفاف. سلبريشان. سلبريشان يعني احتفال. لكن سلبريت يحتفل. وسلبريتي شخص مشهور. بطنة ولكن الان مغطى با. سبيدرز اللي هي شبكات. قال لي يا مستر مغطى اللي اطباقة كلها متغطية بسبايدرز ويبس يعني اللي احنا بقول عليها خيوط العنكبوت او شبكات للعنكب. العنكبوت تعني عنكبوت يا مستر. شاكل للطباقة بقيلها سنين محتوطة كده. لانه لدرجة ان العناكب عامل عليها الويبس بتاعتها اللي هي قلنا لها الشبكات ذا روم الحجرة look like يعني يشبه it had been exactly exactly يعني تماما او بالضبط the same for many years الحجرة دي ماين عليها ان هي نفس الوضع ده من سنين يعني ما فيش طبقة شال ولا طبقة حد كل حاجة زي ما هي بقيلها سنين there were spiders اللي انه كان فيها عناكب and mice يعني في ايران جمع ماوس يعني فقر فميس في ايران بس خلي بالك ان mice دي في ايران صغيرة لكن rats في ايران كبيرة everywhere في كل مكان i was looking around look around يعني بيترفت حواليل ويتجول بس بالنظر the room في الحجرة and watching كنت عمل اتفرج على the spiders العناكب ونمسها في شام came quietly quietly يعني بهدوء خلي بالك الاي جوة بهدوء لكن لو كانت برا لحد ما او تماما quietly بهدوء into the room في الحجرة behind me اللي خلفي what do you think that is asked miss have sham بتقول لي انت رجع وجهة نظرك ايه في اللي قدامك ده pointing at point at point at يشاور على a table a sheep على شكل الترابيزة ده in the center of the table اللي بتشقول لي كده على عفوا tool sheep عفوا ما خدش بالي tool sheep يعني شكل طويل كده sheep طبعا تجد معنى شكل in the center يعني حاجة كده طويلة في النص off the table بتاع الترابيزة I went to closer فقربت اكتر it's a cake قلت لها دي كيكة بيب لا عفوا انا قربت اكتر فيها بقى رح ترد عليها قلت لي it's a cake بيب قلت لي دي كيكة يا بيب طبعا بيب ده البطل بتعكس a wedding cake دي كيكة زفاف اللي هو زي بقول كده طورتة بتاعت زفاف mind دي كالطورتي she went on go on يا جماعة ان يستمر go on يستمر and now and walk with me بدأت بقى تتمشى معايا she asked me to walk with her طلبت مني انها تتمشى معا around the room وكالروند جماعة ان يتجول بقى ان يتجول بس من الماشي which we did for some minutes عدنا نعمل كده اللفة في القوضة اللي بيضع الدقائق until stella and the buckets لحد ما استلة والبوكتس اللي هو الراجل اللي هو الجنتلمان والثلاث ستات اللي كانوا معا came in coming يعني يدخل we asked about miss have shams health سألوا عن صحة miss have shams and which did I mean no here happy birthday قالوا لها عيد ميلاد سعيد send the way send أو هي يا جماعة عن يطرد أو ينفي هنا بنعني أرسلتهم بعيدا يعني معناها طردتهم قالت له مطلعوا بره that wedding cake was brought here قالت له كيكة الزفاف دي الترطة بتاع الزفاف دي was brought بروت التصريف تاك من bring يعني يجلب قال لي أحضرت هنا a long time before you were born قالت له الكيكة دي موجودة هنا من سنين من قبل أو من وقت طويل قبل ما انت تتولد أساسا مسحف شام طول دي من أخبارتني and everything وكل شيء is still here وكل حاجة زي ما هي زي ما انتو شايفين هي الطرطة هي اللي هي بتشاور عليها she stood طبعا يا بالنسبة له كاتشيب مجرد كده زي بقول كده أطلال حاجة كده وقفة وخلاص ومش اللي بقيلها سنين عن كبوت عليها she stood وقفت for a long time فضلت study الماضي من stand يعني يقف لوقت طويل looking at the table بوضص على الترابيزة then she returned to hair dressing room بعد كده رجعت لحجرة اللبس بتاعها اللي الحجرة اللي بتبقى فيها الدولاب والملابس and miss have she told stella وطلبت من stella and me وميني to play هلتي بقعدوا بقى العابه so we sat down ما دي من sit down يعني يجلس جلسنا to play games نلعب العاب in here dressing room في حجرة التغيير الملابس بتاعيتها but this time بس المرادي stella refused to speak to me بس المرادي بقى كانت بتلعب بدون ما تتكلم معها خلاص حتى مش معبراني final في النهاية miss have she ask me طلبت مني to return in a few days ان ارجع بعد بضعب ايام and allow me allow يعني يسمح لي to leave ان انا اغادر خلي بالي allow مفعول to مصدر allow مفعول to مصدر لكن let يعني يسمح لو جاب عديها مفعول بتختار مصدر بس بدون تو يعني وقالي let me كنت leave على طول stella let me let يعني خدتني out of the house من المنزل اجين مرة تانية put my food and drink حطيتلي الاكل والشراب on the ground يعني برضو حتى بتدونش في ايدي يعني بتحطيلي الاكل والشرب على الارض and shut the door ورح اتقفلت الباب شط طبعا يعني اقفل الباب الوه زي ما اقول كده اقفلوا بس بشدة شوية alone in the garden كنت الواحد في الحديقة I was surprised لكنت مندهش to see another boy لما شفت ولد تاني looking at look at يعني يظهر into the house طبعا الاسم منها او عكسها الاسم الاسم منها appearance الصفة منها appearance appearance يعني واضح اللي جاء منها appearance يعني بوضوح into the house اختفى في البيت and then بعد ذلك came out ليتو خرج طبعا came out بتجب معنا يخرج وتجب معنا يصدر الكتب والحاجات دي والعمال الادبية into the garden ليتو خرج في الحديقة to speak to me عشان يكلم معاه had very pale لا مهم جدا بيل دي بيل يعني شاحب بيل يعني شاحب بمستر زي كده انا اقول وشة كسفر يعني معناها ان هو باهت وشه كان بيل شاحب skin skin يعني جلدة او بشرة يعني معناها كده ما فيش غزة خالص لو وشه شاحب جامد and short fair hair طبعا مستر short قصية وكلمة fair يعني بتجب معنى جميل او عادل هنا جايب معنى ناعم او 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 فاتح fair hair يعني شعره كده فاتح او ناعم in my mind في عقلي i called him سميته the pale young gentle man رحت انا ما عرفش اسمه فرحت جده جوا دماغي طبعا ما قلتلوش الكلام ده سميته قلت the pale young gentle man الراجل اللي هو الشاحب ده هلو اهلا who let you in he asked فقال لي اهلا هو مين اللي سمحلك كنا تدخل قال له استيلة اه يا ريب لاي ده ردت عليه قلت له استيلة اللي قالت ليدخل come and fight قال له انت اه استيلة اللي ده كده كده بتبتعالها بقى fight يعني نخانق نحارب then شوك له عائل صغيرة بقى hey said preparing to hit me preparing يعني يستعد أو يجهس لكن preparing لوحدها يصلح لكن preparing يستعد أو يجهس to hit me بدأ يستعد كده بقى ان هو يضربني زي ما تشاهفين كده في الصور the boy was my age age يعني عمر الوقت ده كان نفسه عمري but much taller than me بس هو كان أطول مني بكتير طبعا ماتش يجي بعدها er أو more than بمعنى أطول بكتير I ran at him hard قال لي جريت عليه بشدة and he fell over يعني جريت جامد خبطه فوقع fell over يعني يسكت على الأرض قال لي fell over he jump up jump يعني يكفز يعني ارحق اي موقف بسرعة بريبيرد برضو جاهز to fight again انه يحارب مرة تانية so I ran at him again فجريت عليه تاني this time بس المرة دي he got a black eye قال لي يا مستر والله get a black eye عكسها give a black eye بمعنى أقول لكم إيه انت عارف كده لما واحد يضرب اللوه بالبنية كده في الوش اللوه يدي بالبنية في الوش فاتبص تلاقي فيه سواد حوالين الوش أو حوالين العينين يعني فاللوه قال لي يا مستر خد بنية كده في وشه أو في عينه وعلى فكرة كمان ممكن تاجي بمعنى علامة للشيم شيم اللوه الخجل كده أو الخزي أو العارن والضرب يعني فقال لي يا مستر يعني هو والله فلت ان جيت أضربه بس هو مرة تانية بس المرة دي هو جات بقى في وشه في عينه هيد انت سيم بي سترونج بينعليه ما كانش سيم يعني يابدو ما كانش بينعليه انه سترونج خالص انه قوي خلي بالي ان سيم بتاخدته المصدر وما ضربنيش خالص بشدة يعني انا عمل اطحان وهو ما ضربنيش ضفاية قل القتال استمر لدقائق عديدة لكن لو حطت لها النيل يعني يركع قال لي مستر اللي قد رح نازل عن ركبه وقال لي يوهاف ون اللي قل لي انت خلاص يا عمك سبت هيوصو بريف يعني كان شجاع الاسم منها بريفاري اللي هي الشجاع طبعا بريف فتسوي الاسم من برضو بمعنى الشجاع قال لي الواد ده كان شجاع جدا لدرجة ان انا شعرت بالاسف تجاه يعني كنت ازعلان عليه فمن باب الاحترام او انا عشان جواه انسان كويس فاروح تعرضت عليه المساعدة تجد تحب ساعتك قال له شكرا جزيلا رد كنت عارف اللي هو حان الوقت برضو حان الوقت بس الفرق خليما ل event time دي أي خلينا اقول في it is time لو كانت it is time لو جاب بعدها جملة كاملة اختار ماضي بسيط تعبير ده it's time لو جاب بعدها جملة اختار ماضي بسيط لكن لو قال it was time اختار بعدها ماضي تام لكن لو جاء بعدها الفعل على طولي بقى طول مصدر قال it was time to leave خلاص حانى وقت المغادرة I didn't see the baby young gentleman ما شفتش بقى اللي خلاص بقى الولد الشاحب ده قات مسها في شام زاجين ما شفتوش مرة تانية في بيت مسها في شام I don't see my visits continue برغم ان كان زياراتي بتستمر يعني انا قعدت ازورها كتير Nothing ever changed شفش حكا خرص بتتغير مسها في شام سات in here ودينجدرس قعد على طول في الحجرة بتاع الملابس بتاعيتها in here dusty dusty يعني مطرب او مغبر جاي من dust dust اللي هو الغبار او الطراب dressing room في حجرتها اللي بتاعت اللبس دي اللي مليانة طراب still and I and I still play games كنا وراجب بغرب اللي لعب العب اشي واتش دوية بتتفرج علينا and مسها في شام ask if سألت لو I thought still was pretty كل شيء تسألني تقول لي ارأيك استيلا جميلة ولا لا I all was said yes ودايما كنت تقول لها اصحرها يا جميلة and miss have shame seemed happy سيم يعني يبدو كان بينا عليها انها سعيدة with this answer بهذا الرد what will you be when you grow up bib she asked one day one day يعني ذات يوم جات فيما يوم كده بتقول لي انت حابب تكون ايه لما تكون grow up grow up يعني ينمو او يكبر خلي بالي grow up جاي منها growing up اللي هو ناضج او كبير او بالغ اريد بتاعي استعمل ايه لما تكبر يا بيب لكن bring up يو ربي خلي بالكم يبقى grow up يكبر او ينمو لكن bring up يو ربي miss joe and uncle bumblecook had been talking about the same thing ever since i had started to visit miss have shame قال لي حتى انا كنت بسمعها عبليكا برضو miss joe اللي اختي اللي هو مرض joe يعني او زوج joe and uncle bumblecook وعمي كانوا دايما بيعودوا توك عباوت يتحدثوا عن نفس الشيء منذ i had started to visit miss have shame منذ انا بدأت ازور miss have shame they were sure كان متأكدين that she wanted to give me all her money عمقا دين بقى نفسهم بيحلموا زي بقول كده بيحلموا بقى ان هي تدي له كل فلوسها and they wanted my visits to continue ومعايزين بقى الستة دي تحبه تحب الولد الوبيب ده فتعطف عليه بقى فتدي له كل الفلوس ما هقولنا هي غنية جدا بس هي خلاص بقى تعيسة فهم بقى عمالين بقى احلاموا تكلموا عبعض بقى ان هي اكيد هاجي يقوم بقى وتدي له كل فلوس هيا فرد عليها قال لها i am going to become joe's apprentice apprentice مهمة جدا apprentice يعني صبي في حرفة او تحت التمرين اللي هو شخص تحت التمرين قال لها انا هصبح apprentice هكون الصبي بتاع joe and learn وتعلمتو بيه a blacksmith قلنا blacksmith يعني حداد then tell joe then tell joe to come here at once خلاص روح انده at once يعني في الحال بتساوي immediately share of light ردت when joe came لما جه with me معايا on my next visit يعني قالت لي بقى هاتو في الحال فانا ما جبتوش معايا غير الزيارة التالية مش هاف شام give him عطاتو a large bag of money عطيتو شنطة كبيرة من الفلوس babe will become your apprentice now قالت له babe دلوقتي هيصبح الابرنتايز بتاعك هيصبح الصبي بتاعك she said he is a good boy قالت له هو على فكرة ولد كويس and this is his reward reward يعني مكافئة خلي بالكم reward مكافئة لكن award يعني جائزة جائزة رسمية لكن reward دي حاجة مقابل خدمة the money is to pay for pay for pay for يعني يدفع تمن pay for خلي بالكم his apprenticeship ابراينتايشب ابراينتايشب اللي هو فترة التدريب في مهنة يعني قد له خد تمن الفترة اللي هيقضيها معاك كمتدرب يعني اللي انت هتدربه فيها ان يصبح حدات but that's your lot lot يعني نصيبك lot يعني نصيبك that's your lot يعني هذا نصيبك this is all you get from me mr. gargery gargery ده اللي هو جو بتقول له يا جو خلي بالك ما تطمعش فكتر من كده هو انت ده هو اللي هتاخده بس ده نصيبك اللي انت هتاخده يعني ما كما بصش لقى الجاي اللي تانت اللي عايزة تكملك الفلوس shall i visit you again قلت له تبا انا اجا زورك تاني هفشام الولد بيب هو اللي بيكلم قالت له no لأ جو is your boss now قالت له دلوقتي جو أصبح هو البص بص يعني المدير او الرئيس still show them out واستلة هتطلعكم برا يعني هتخرجكم يعني دلوقتي and so my apprentice ship with jo began لذلك الابرنطايش فترة التدريب مع jo بدأت but i had changed بس انا صراحة تغيرت i no longer لم أعد wanted to be a black smith بس صراحة المروحي عند الجماعة دول خلتني ما بقتش عايز خلاص اصبح حداد i was ashamed قلنا ashamed يعني خجلان او يشعر بالخزي او بالعار لكن قلنا شي خجول بطبعه او خجول بفترته قلنا دلوقتي بقى تخاجلان من بيتي and my family ومن أسرتي still was often in my thoughts كنت دايما استيلة دي my thoughts يعني افكاري كانت دايما زي بقول كده في دماغي او في افكار دايما بفكر فيها that i didn't see here anymore برغم ان ما بقتش باشوفها خالص صراحة دايما في دماغي i was sure كنت متأكد that she didn't like my position position يا جماعة يعني طبعا تجب معنا موضع وتجب معنا مكان اجتماعي خلي بالكم position قالي انها مش حابة مكانتي in life مكانتي في الحياة so i continued عشان كنت عايزة تغير بسبب ان انا حسيت انها يعني ايه شايفاني قليل جامد فعشان كنت قلت لها لازم اعلى بنفسي جامد i continued استمرت my education حتى فعنا ان التعليم هو اكتر حاجة بتعلي البناء ادم and worked hard كنت بعمل بجد طول ما انت بتزاكر كويس وبتهتم بتعليمك وفي نفس الوقت بتشتغل بجد وبتعمل عليك طيب يبقى ان كده كده هاجي اليوم اللي هتلاقي نفسك بها حاجة كبيرة this was largely طبعا ده كان مستر بشكل كبير thank is to thank is to thank is to thank is to يعني بفضل لكن thank لو جد بمعنى يشكر تاخد حرف for بمعنى يشكر علي thank is to بفضل بدي احنا قلنا بدي اللي هي البنت اللي كانت بتعلمه في المدارسة اللي هي بتاعت البلد who gave me اللي اعطتني اللي كانت بتديني lessons and taught me وبتعلمني as much as she knew وبتعلمني على قد ما هي تعرف although she was older than me برغبة انها كانت اكبر مني but it was my friend بس يا صراحة كانت كويسة جدا معايا فعشان كده كنت بعتبرها صديقتي بعد سنة من الابرنتيش فترة التدريب مع جو بدأت طلبت من جو قلت له انا عايز اخد اجازة بعض الدور انا عايز اخد راحة كده اخد وقت اجازة بعض الدور سوذات سوذات خلي باك سوذة يعني لذلك لكن سوذات لكي اي كود فيزت ميس هفشام خلي بالي ان سوذات لو جاء قبلها ماضي لازم بعدها كود او ميت او وود لكن لو جاء قبلها مضارع لازم بعدها ويل او مي او كان فين قبلها ماضي فبعدها كود والمصدر سوذات لكي اي كود فيزت ميس هفشام وين ارلك قال لي لما ارلك يا ارلك ده قال لي يعني عامل او صناي اللي هو راجل شغال عامل عند جو شغال معه في الورشة شغال عنده في الورشة اي كود لما ارلك ده سمع ان اي ووس جوينج ان انا هامشي واسيب الورشة واسيب هو الوحده طبعا كان يعني غضبان الاسم منها اللي هو الغضب يعتقد ان صحيح او صوار كان شاف ان مش ده صح كان شاف ان مش صح ان انا اخد بعض الظهر اجازة او راحة بطه يكود انت بس برضو ما كانش قادر يعمل حاجة لانه كلام اولا واخيرا في اتجوه صح بالمكان سراحة ما كنتش بحب ارلك ده كان ضخم كده وبطيء كان دائما كان بيحاول يخلي حياتي بيجي تاجي مع الصفات صعب الاسم منها difficult at work يخلي الحياة صعبة في عملي الورك طبعا بياخد حرف الجر اد argument يعني جدال اللي هو زي يقول كده خناقة بس بالكلام قال مستر بعد جدال بيجان بتوين ارلك اند ميس الجو يعني خناقة ما بين ارلك وميس الجو اللي هي المدام هو وانتو دمي تو سي ميس هفشام اجين هشوف اه كانت ميس جول يا اخت اساسا بيب دي ما كتش بتحب له دايما الخير ولكن دلوقتي لا هي حيزا يروح انده هفشام لانا هفشام تديره كل التركة بتاعتها وتكتب له كل التركة بحيث ان لما تبوت تاخد البيب ياخد كل حاجة ولما هيورس طبعا اختها تستفيد end the end end the end يعني في النهاية خلي بالك اند اقول عليها حق تاخد حرف الجر ان لكن لو قال end of قال يذا اند of لازم ات يبقى اسمها end the end لكن اسمها add the end of ويجي بعدها اسم قال لي end the end في النهاية بتسوي جو هات تستوب them قال لي جو بقى يعني الراجل صاحب العقل يعني قال لا راح موقفوا من الاتنين لانه كانوا بدأوا يدخلوا في اخناها بالكلام عمالين يخنقوا في بعض بالكلام كده هو ما بين أورلك وزوجة جو بس كانت في حاجة سترينج غريبة عن أورلك but i couldn't put my finger on مهم جدا 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 التعبير ده يعني اه couldn't put my finger on يعني لو احنا نترجمها عميا لما استطع ان اضع اصبعي فيه ولكن طبعا هو المعمى المفروض الصح انه معناه انا مش فاهم what it was يعني انا او مش عارف مش قادر ادرك هو ايه بالزبط يعني انا حس انه في حاجة غريبة بس مش عارفها فانا التعبير ده برضو من التعبيرات الجميلة المهمة اسمها couldn't put my finger on لو انا عايز اقول انا مش فاهم الموضوع ده انا مش عارف احطي ايدي على الموضوع زي ما بقولها كده بالعامية اسمها couldn't put my finger on what it was وبكده يبقى وصلنا لنهاية شابتر ثري اتمنى ان انتوا تكونوا استفادتوا حاجة لو الناس عجبها الفيديو نضغط لايك الناس اللي مش مشتركة في القناة تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلها منا لكل جديد واما حاجة زي ما قلتلكم قبل كده انه اسألكم الدعاء بظهر الغيب واللي عنده اي استفسار يكتبه في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته